موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كما أقول لكم معكم أخوكم أمين وسويغ شبكي في شركة أوبازكوم اليوم سوف نقوم بشرح الموقع الخاص لشركة أوبازكوم وذلك لتسهيل عملية التعامل مع هذا الموقع العالمي وذلك لشرح عدة الوظائف الموجودة لأخذ هذا الموقع أولا هذه هي واجهة الموقع أول شيء رابط الموقع هو موسيقى www.opaz-store.com إذا أردنا الدخول إلى الحساب الخاص نقوم بلغة نراحل أن هناك ثلاث خانة الخانة الأولى هي خانة pseudo الخانة الثانية خانة identity والخانة الثالثة خانة الباسورد كل واحد عضو في شركة أوبازكوم لديه pseudo identity أوبازكوم إذا بعد إدخال المعلومات الخاصة بعض شركة أوبازكوم من pseudo identity أوبازكوم ندخل إلى واجهة موقع أوبازكوم نراحل أن هناك عدة أقسام على هذا الموقع والذي يعتبر من أفضل المواقع العالمية وذلك من خلال معاير في نظام الانترنت والانفورماتيك أول شيء نلاحظ أن هناك الهاي تيك يعني هذا لمشاهدة المنتوجات الخاصة بشركة أوبازكوم الهاي تيك من فونس، لابتوب، ميتميديا، طابلت، ديسكتوب و بريفيرالس أما أبليكنس اللي هي كوسميتيك لكسوري من ساعات ومنتوجات عدة الآن نلاحظ هذا الجزء يعني بالنس، صورتز، اندايركت، بوينت، ودايركت، يعني لدينا عدة واجهات سوف نقوم بشرح كل واحدة منها يعني نعلم أن نظام التعامل بشركة أوباز التعامل ب البوينت، والدايركت، والاندايركت، والاندايركت، هذا ما هو إلا عدد يقوم ب إظهار عدد النقاط المتجودة هذا الأسبوع على Left و Right أما هذا Point Total بمعنى عدد النقاط المتحصل عليها من اليمين واليسار هنا، دايركت، بمعنى عدد أشخاص المباشرين، عدد النقاط المباشرين، وهنا يمكنك من هذه النقطة رؤية عدة أسابيع الخاصة بك، سوف نلاحظ أن هناك سورتس، سورتس، نرى أن هناك كارت، سبونسورشيب، إيفوشير، شوب، وماستر، إذن كارت، هو ما هو عبارة عن باني، بمعنى الأموال التي جنيتها، والتي هي متوجدة في باني، سبونسورشيب، هو كما كان يقال له، الأوبس كيس، الإيفوشير، معروف، الشوب، والماستر، الماستر، ما هو كان يقال له، الرين، هذه دائماً تبقى لك علاقة بالأوبلاين الخاص بك لتعرف على ما هو سبونسورشيب، ما هو الشوب، ما هو الإيفوشير، وما هو الماستر، سوف نقوم بشرح بعض التفاصيل في هوم يعني ماي اكاونت، أول شي، إذا دخلنا إلى ماي بروفايل، هنا يمكنك تغيير بعض الإعدادات الخاصة بك، على سبيل المثال، إذا أردت تغيير رقم الهاتف أو أدرس الخاصة بك، تقوم بـ Update Personal Info Update Pin Code وهذا هو المجال لتغيير الPIN Code الخاص بك، و Update Security World وهذا يمكنك من خلاله تغيير الSecurity World الخاص بك، إذا ذهبنا إلى My Genealogy، نلاحظ أن هناك My Genealogy، View Genealogy، My Direct Partners و My Team، إذا ضغطنا على كليك على View Genealogy، نلاحظ الشبكة الخاصة بنا، بمعنى على سبيل المثال، هذا Account Novice، هذا Pro وهذا Pro، بمعنى هذا الشكل الجديد للشبكة أو الشجرة الخاصة بك، نقوم بالعودة إلى My Genealogy، ونلاحظ My Direct Partners، هناك My Left Direct Partners، وهناك My Right Direct Partners، بمعنى الأشخاص المتوجدون مباشرة لك على اليمين وعلى الياساء، إذا أهم شيء في الموقع هو My Business، إذا دخلنا في My Business، هناك عدة وسائد أو عدة خدمات يمكنك التحصل عليها، أول شيء My Balance، إذا ضغطنا على My Balance، نذهب مباشرة إلى هذا الجدول، في هذا الجدول يمكنك رؤية العمولات التي حصلت عليها، إذا كانت عمولات مباشرة أو غير مباشرة، على سبيل المثال في Week، تاريخ الأسبوع، Year بمعنى السنة، Direct Commission بمعنى العمولات التي تحصلت عليها مباشرة، Indirect Commission بمعنى العمولات التي تحصلت عليها الغير مباشرة، Total بمعنى الجمع بين Indirect والDirect، E-Future بمعنى النقاط التي تحصلت عليها في E-Future، والCommission Shop، يمكنك أسأل الأبلاين الخاص بك لشرح Shop، نقوم بالعودة إلى My Business، My Order هذه الخانة خاصة بي لمشاهدة المنتوجات التي قمت باقتنائها من شركة أوبس، أهم شيء هو By Transfer، بمعنى إذا أردنا تحويل Sponsorship أو Master أو Shop أو العمولات التي تحصلت عليها من Pony إلى Sponsorship أو Card to Sponsorship، سيطلب من إدخال الكود بين، بعد إدخال الكود بين، transfer request، إذن هنا Pseudo Identify Master 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 Sold يعني إذا أرد شخص إرسال Sponsorship أو Master لأحد شركائه في الشبكة، ما عليه إلا كتابة البسود الخاص بالشريك والإدانتيفي، ثم يقوم بإختيار Master Card Shop و Sponsorship، ثم يقوم بTransfer to، بمعنى إذا أرد إرسال Sponsorship، Sponsorship to Sponsorship، ويقوم بإدخال المبلغ المراد إرساله، إذا أرد إرسال الماستر، يقوم بضغط الماستر، transfer to Master، ويقوم بإدخال المبلغ المراد تحويل، إذا أردنا تحويل المبلغ الموجود في الباني، نقوم بضغط على Card to Sponsorship، ونضغط عدد المبلغ الموجود في الباني، نعود إلى My Business، EvoShare لمشاهدة المنتوجات الخاصة بالEvoShare في البلد الخاص، Sponsorship أيضا يعتبر من أهم الخانات أو الخدمات التي يوفرها لنا الموقع بكل سهول، إذا ضغطنا على Sponsorship، هذا مراده، إذا أردنا تسجيل شخص جديد وتفعيل الحساب الخاص به، إذا نلاحظ أن هناك ثلاث خانات، Pseudo Direct, Parent Pseudo, Sponsored Pseudo. Sponsored Pseudo هو Pseudo الخاص بالشخص الجديد المراد تفعيل حسابه الخاص بشركة Opescon. إذا نقوم بإدخال الPseudo الخاص به والIdentific التي اقتناها من إسال الرسالة الخاصة إلى إيميله الخاص، ثم بالنسبة إلى Pseudo Direct و Parent Pseudo، نقوم بإدخال الPseudo والIdentific، المراد تسجيله عنده، ونلاحظ أن Cache Purchase هذا يخصر بالأشخاص الذين قاموا بالتسجيل Cache مع شركة Opes. يعني إذا هناك شخص يريد التسجيل Cache يأتي إلى Cache Purchase ويقوم بالتسجيل وفي نفس الوقت شراء المنتوج. Credit Purchase هذا أيضاً يعتبر من أهم الخانات والخدمات التي يمكن اقتناءها من شركة Opescom أو الموقع الخاص بشركة Opescom. Credit Purchase في الجزائر خاصة فقط يوم السبت، بمعنى إذا أراد بعض الشركاء شراء منتوج الخاص به يوم السبت، يقوم بالضغط على Credit Purchase، ثم يختار المنتوج للمراد شراءه، ثم يتبع خطوات الشراء. Upgrade وهذا ما يسمى بالارتقاء، بمعنى هناك أربع فئات Novice, Pro, Expert و POS. إذا أراد الـ Novice الارتقاء يرتقي مرة واحدة إلى Pro، الـ Pay on Yield Fee، وهذا ما يسمى بإعادة تسجيل، رسوم التسجيل مع الشركة سنوياً، هذا فيما يخص خانة الـ My Business. نذهب الآن إلى One. One وهو ما يعرف بالشركة التدريبية لشركة Opus. الشركة التدريبية التي يترأسها الكوتش إبراهيم بن عبدالله. إذا دخلنا إلى خانة The One، نتحصل على أربعة خانة Motivation, System, Tools و News. إذا ذهبنا إلى System، نتحصل على الفيديوهات الخاصة بالكوتش إبراهيم، ومنها Planning Meeting و Follow-up. وهذا ما يساعدنا بالتعامل بالـ System مع شركائنا بطريقة نظامية. أظن أنه قد انتهينا من شرح الواجهة الخاصة بشركة Opus.com للمزيد من المعلومات. معلك إلى الاتصال في الفيسبوك الخاص بي، وشكراً على انتباهكم.